اشتركوا في القناة 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 والديدي? اه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ايه? مسؤوليتها مسؤوليتها كذا 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 الطبيعي زي اي بيت عمتا يعني معيشة البيت الاعيال الكلام ده العيشة نفسها كل دا شغلة طبيعي دا اكيد لا انت بتقول لكده بس صح؟ اه هو بيقول لكده بس لأ مش معيش انت رد انت لفق الرد انا هقف على جبك انا محايد ده هي مش شغلة مش حكاية تشغلة هيا بتعمل ده بحبه ام اوه مفيش حاجة اسمها كباري يجب تعمل لزوجها في البيت تعمل لزوجة مثلا ايدورها في البيت ايوة في حاجة اسمها معلش في حاجة اسمها ده دوري ده دوري عادي ان انا اخسل واكنس وانطف بس الناس مهاش اجباري يعني ثانية واحدة هوا مين اصلا انها الطبيعي يبقى ساعدها كده الراجل لما بيساعدك في البيت يبقى هو ما بيعملش الطبيعي ولا ايه? يساعدني في البيت اتبخلها في البيت يعني المشكلة انا تعبانة لو هي كويسة يساعدها يشيل الدنيا كلها عشانها مش مشكلة لو هي كويسة لا لا احنا 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 مش بنتكلم عن كويسة و كويس احنا هنا بنتكلم إنتاء تتكلم مسلا مطيعا بتسمع كلامة كويسة? انا ممكن اعملها عالية قلب تق Lynn بيقل ويتالب عشان خطر هو عشان خطر عيون هيا بمشكلة مش مار parenthقل مطيعا على ايه اني انت طولها عودي في البيت مسلا ملأ يعني مطيعا على ايه وتيعة على كل حاجة في البيت ما ممكن أن تكون هيا مطيعا وانت شايف انها مش مطيعا طب حضرتك هو يعني ايه اصلا مطيعة او يعني ايه 리مة يعني اي كلمة في عائلة البيت حاضر نعم حاضر نعم؟ مش هولا حياء غلط يعني احنا فعشين تتقلق بقصة بينهم ويقول لها حياء غلط يعني هو يعني اي وارد دي يكون هو انسان ممكن يختلف ولا ايه مندوح والله انا قاعد ساكد عشان الرجل في كلام عاجيلي لا اعاد ينازم ينقشق حماش ما كيف تفاهم برضو من الترفينا كيف تفاهم برضو طيب يبقى مش حاضر نعم بس كيف مش هولا حياء غلط في البيت يعني هو الموضوع في قصة ان هي لازم تكون مطيعة جوه البيت زي ما هو بيعمل لها اللي بره البيت اه عايزين رد رد فعل يعني هو رد ما بيغلقش انا عايزين رد فعل قصة في التفاهم ما بينهم كشخصيتين هو كويس معها بس هي في الشرد فعلة بالنسبالها هي مو دمه ركش بره سيارة مو انا سألته مطيعة يعني في ايه تحديدا حدد للكوين تذيك ممكن حتترد على المطيعة مطيعة في ايه مطيعة تحديدا في ايه انا انا بتألم السؤال انا هقوم دلوقتي عندي دوري هعمله انت دلوقتي بتقول لي اه قومي عملي كذا بتديني او اردر يعني مزوج وزوجة وبنشير والحياة مشاركة وكل حاجة بس متدينيش او اردر او اردر ليه انا اللي هقوم اعمله. ده طبيعي بالنزل لك انت. سانية واحدة. الطبيعي انا هقوم اعمله. صح. صح. وحيد. لأ. ده من جمي الطبيعي. حداك جاي من جمي الطبيعي. انا بكلم عن المعيشة نفسها. الزوجة نفسها بتعمل ايه في حياتها عمتا? بتعمل ايه? كاكل كشرب كغسيل كلام ده كله في المعيشة نفسها. يا فانتك تجيب لنفسك شغالة ويبقى مفيش لازمة للزوجة اصلا. لو هي دورها. ايه ده? اجيب ويجيب شغالة ايه معاي في البيت? انا اول ما انا اول ما اكلمتك كيف. ما ايه لو شغالة مش لم تشغالة معيها في البيت? شغالة. ما تشغالة ايه انا اجيب شغالة. ساحة اولي يا ريس. بيد ما هي هتوضف في البيت? يبقى هو. ودل انا اقول فاول الكلام ان انت شايف ان انت جايب شغالة. قلتي لأ ده دورك قلتي لك اوكي دوري بس متجدينيش اول ده. انا تقول لها مثلا ومين يعمل لي كذا دلوقتي تقول لك حاضر ونعم صح؟ رجعت وقلت لا ما هو ده درها طب ما هو درها بس هي اللي هتعملو تعملو امتا براحتها؟ انا ممكن اسألك حاجة بس هوا در المرأة ايه في البيت بس سألي لها ادوار كتير ايه زي ايه؟ يعني انا لو من اول ما بسحى الصبح بكنس وبمسح وبطبخ وبنظف حاجات كتير عشان ده متها مملكتها عشان ده متها ده هي وتعمل اكلها؟ او ده درها وتشوف ولادها وتشوف احتياجات جوزها وتشوف الحاجات دي سواني اوكي؟ لا انا مش بحاجمه هو بيقول عايزها موتيعة موتيعة يعني ايه؟ يعني اقول لها الحاجة تقول حاضر ونعم طب انا النهاردة مش هعمل اكل لا ايه عاملي اكل؟ اجي الدريفر هقول لي مين في البيت انا جاعين ايوة اسمها انا جاعين حاضر اوكي ممكن احنا عندنا فاصل هنطلع بيه هنسمع اجابتك بعد الفاصل بس نلتنا مع الفاصل دي كان قبل الفاصل كنت بس اقل له استاذ امونا سؤال انا دلوقتي كراجل في البيت وهي طبعا عارفة الالتزامات من ناحية الراجل والست فبقول لها انا سحيت وعايز ايكل او انا جيت من الشغل وعايز ايكل اقول لي مين وهي بتقول لي مش ملزمة ان هي تبقى مجبرة ان هي تاخد الوردر طب هي هو هو يقول لي مين في البيت اللي احنا عايشين فيه مع بعض وفيه اولا جمال هو يقول انا جاعين عايزي مش مشكلة يعمل لك انا عمل لك شو حسب مزاجي لا انا مقولتش كده خالص انا قلت ان احنا اه هو قال لي نجاعين اوكي هعمل انا هقف اقول لها نجاعين كده لا 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 استاذي واحد هو يقول لي نجاعين هعمل له اي حاجة يعني ممكن حاجة لطيفة وكده لو انا النهاردة خلاص انا قفلت معي انا نهاردة مش قادرة اعمل اه لو انا مجبرة مش هتعملي هوا مياربش يعملي نفسه ساندويتش لا الكلام دا لو بتعملي غدا انا لازمتك ايه في البيت ايه لازمتك ايه في البيت يعني انا مش عارف اقول لي في صلاحة بديعدي يعني لازمتها ايه في البيت انا انا عسلك سؤال انا عسلك سؤال واحد بس لو انت جيت شغلة تعميت لك اكل وشرب ووضبط لك البيت انت محتاج تتجوز انا جب شغلة ليه? محتاج جات لك هدية. مفيش امكانية بس نجيب شغلة عاملت لأ لأ جابت لك هدية محتاج تتجاوز اه مفيش امكانية تجيب شغالة بس في امكانية تتجاوز هتجاوز بس يا لازمتها مية معاية في البيت ايه معاية في امكانية يعني هي مش شريكة الحياة هي شغالة اه في تفاهم في ده ازو كنت تسمع كده ايه حاجة ماشي ماشي في مشاركة بس مش بالطريقة اللي انت بتعرضها دلوقتي اللي هي اقولي الكلمة اقولي الطلب يتقالي حاضر ونعم يعني هي مبتتقلش كده يعني انا لو جوزي طلب مني حاجة انا هقوله حاضر على فكرة وهخش عاملها بس لو ابتدى المقدمة بتاعته بان انا لما قول الحاجة تقولي حاضر ونعم مش هقولي حاضر ونعم يعني يعني لازم لازم يمهد الدنيا قبل ما يبتدي يشرب شيء لازم يمهد هو دلوقتي انت اذا الدحلة تبعمل ازاي فاهميني عشان افهمها لا عادي يعني عادي جدا اه في اكل النهاردة مثلا اه في اوكي حاضر يا حبيبي هخش عاملو ايه كده اه يعني الطريقة يعني حضرتك حضرتك شايف انك لازم تجيب زوجة علشان انت معاكش فلوس تجيبش غالة والزوجة ارخص صحي كده ارخص مش مكلفة مفيش مرتب اه 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 ايه كلام غريب حضرتك اللي بتقول كلام غريب انا بقول كلام من حضرتك اللي حضرتك بتقول انا بطلع منه انا دلوقتي الزوجة نفسية تقول حضرتك هو انا ازاقار شحيك او اخدأ الزوجة تعمل الحياة اه هو قلت لازمت حياة الحياة ايه رجل ما ندوح لازمت حياة انا والله نفسة تعطف معاك وسينا تتعالش كده اكل صور بنظافة البيت لما سويت البيت نفسه في البيت حلو انا مش فاعم يعني حلو خليك كده بقى في الرأي الحلو ده عشان قلت انت بتقول حاجات هتخليك مش هضعف تمشي بالشارع اه انا بحبك اه انا عايز مش كل رجالاتنا الحلوة كده مش كلهم اكيد نفس الستايل ده الزوجة دورها معاك شريكة حياة الزوجة شريكة حياة في القراء والسند وتربية الاولاد هي مدرسة نص المجتمع الزوجة هي عبارة عن اه يعني بتوفر لك وقت كتير وتسندك في الوقت الصعب بقراءها انت عايز شريكة حياة مش عايز عاملة لاني ممكن العاملة ساعتها او الشغلة يكون فت او راجل ولا رأيك ايه اه مونة ايه اللي صحاقه يا امس فيه? لا استاة دورها كبير قوي استاة بعيدا عن الطبيق والغسيل والموعيين يعني سوري معا لو استاذ وحيد هو بوزك تعملي مع ايه يا مونة? لا احنا مش هنكمل مش هنعدي وميندي هنجيب بقى الشغلة احسن نجيب شغلة في البيت احسن نجيب شغلة في البيت احسن انا اجري مضوح في الكلام ده والله انا انا استنى عشان انا مش عارف ادفع عنك انت احتياجاتك انت احتياجاتك انت حاصرها في حطة معينة فدي بتاعتك بصراحة مش مش هتناسب الناس كتير طب دلوقتي انت جالك دلوقتي حد يتقدم لك وقال لك انا بزرور في واحد اين ثلاثة وهيبقى في مشاركة في البيت هل انت كمونة هتوافقي بالمشاركة ولا يعني بيتك دلوقتي انت في بيتك قال لك مشاركة بقى لايسة مغالبة انت ما شاء الله بتشتغلي وما شاء الله بتجيبي فلوس كويسة وشغلك حلو ما شاء الله وكلنا عارفين قال لك بقى لا شاركيني بقى شاركيني الاهتمامات في الماديات اللي موجودة في البيت هتعملي ده ولا مشي عادي بقى انا هحوش هو زروفه ايه هنا بقى هو سين زروفه ايه اكيد شافا كويسة كويسة لأ عايز يحوش زيه طب ما هو يحوش زيه عشان احنا نطلع لفل اعلى شوية مثلا طيب انا افترض هو عايز يغير عربية ايه 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 طبعا اكيد زمن تغيرت عربيتك اه 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 وعايز يجيب لبس زمن تغيرت لبسك لان هو اهتماماته بالبيت مكسورة عليه حضرتك وعلى الامكانيات كتير اوية بس انا محتاج بفلوسي اقسم النص زي ما الفلوس اقسم النص فبالتالي تقدر انت تحويش هو يحويش انت هتوافق على الحياة دي انا ممكن اوافق على حسب الطلب برضو بالطريقة يعني التناول بتاعها اه لو انا شايفة ان هو فعلا فعلا عايز يعمل ده لينا ايوا وعايز يعمل ده اه يعني من غير ما حس ان هو بيستغلني لا مش هيستغلي هو عايز يعمل نفسه انا محتاج اعمل ده اوكي ممكن يستغل يعني اكي عشان اصلا بتحبيه طبيعي هتخليه اه انا بحبه فانا عايز طلب مني طلب ده اه شهرين ثلاثة مثلا دول هنزبط فيهم الدنيا مع بعض انت هتشير معي في كزا عشان انا عايز اعمل كزا وكزا درجة عدينا طب لو سنتين ثلاثة ووسعية شوية عشان هو عايز يزبط حقا اوكي ماشي انا بتكلم على فكرة اوه تبني يعني تنام اللي بديله فيه بس عشان ما يتروحوا يزبطوا الله ديتك ديتك مصلحة ايها فكر ممشي اوكي ممشي اوكي طبعا دورها في الحياة يا جماعة انها تكون سند اصلا فلوسي هي فلوسك حكتي هي حكتك وحكتك هي حكتي ما بيحصلش لاف ارض مواقع واحنا اللي بين مشتركين في اولاد في الدنيا كلها كلام بس حضرتك انت شفت ناس بكلام حضرتك لكن احنا بنتكلم دلوقتي في الناس النورمال الطبعية اللي بنتكلم في سيتات المثقفة والراجل المثقف اللي بيعارف انت المرأة في الحياة حضرتك دي بقى ليه سبك اللي حلقة طلعتها انا انا اخطي الكادرك كده بس هي فلوسي هي فلوسها وفلوسي هي فلوسها يعني وفلوسها هي فلوسها فبالتالي لازم يكون في مشاركة علشان الحياة تمشي تمشي اه وهو استاذ وحيد ما كانش عنده اضطرات الرجل اللي بحاولة لطفة اهو عشان يتبقى حلو ايه رأيك في الكلام ده ثلوسك هي فلوسها جميل وحلو وقال واحد احنا مع بعض واحد ماشيحة مع بعض واحد ثلوسك هي فلوسها وفلوسها هي فلوس بس مفيش مشكلة احنا اتنين واحد مع بعض يعني اه لكن دلوقتي بس كايكبار تنزل شغل مش هكبار هتنزل شغل يعني امم طب فلوسها هي فلوسها وفلوسك هي فلوسها ايه رأيك هي معا حبة فلوس صغيرين هتشيلهم بس فلوسك هي فلوسها مفيش مشكلة مع بعض يعني عادي يعني ايه موافق دلوقتي انا باتكلم في حيطة المسلا يساعدوا بعض هايكتز وحيدة هي معنداش وقت تشتغل بتابق اصلا اه كم بس انت حداك بتكبير هتشتغل في البيت هتمسح وتكنس وتطبخ وتنفذ اوامر هي معنداش وقت للشغلة اصلا خلاص مشتغلتش خلص وتتكليلها بالها بالبيت نفسه بالبيت اه ازهر وبيت اه ايه ماشي انا بقى في التزامات في التزامات هي حسن هي لود عليك فيها في التزامات هي حسن ان هي هتبقى لود عليك فيها حتى التزامات ليها او للولاد برضو مثلا اه فنزلة تشتغل بس بان مش عايز تسير بالنسبة للشغل نفسه يقصر معك في العيشة نفسها اوه يعني انت اشتغلي زي النحلة في البيت واشتغلي زي النحلة بقى اهم حاجة ما تقصرش اوه انا اقصر بسمعها مش عايز تسير مني وهي بقى كبار اللي هو بخالي تشتغل ولا هي عايزة تشتغل عشان تحقق نفسها بس عادي يعني عادي لو قصرت في البيت ايه المشكلة اتأثر في بيتها عشان ده بيتها وده اولادها وده جزعة وانس ان هي اصرت وشغل لها هاجيه على بيتها ده غرط عندها هي لازم يبقى فيها عندها خلاص بكم يكون عندها انا معاك بس من بس من يفعش يأثر في بيته لانه ده بيته ودي زفته عندها اولاده ايه ما احن قلصهم واحد يا ممنوع انت منفعل اول نريد الى اكترى الطبيعة الظهر لاصل ان الطبيعة ضرية يا جماعة ايه ده يا جماعة عشان عارف نوصل لحل في الموضوع عشان ايه نوع التأثير عشان برضو اعرف اتجاوبه ايه نوع التأثير يعني انا مش قادرة اقوم حضرلك الاكل اقوم حضره ان نفسك حضره لان نوع التأثير اللي انا اقصده اللي هو مسلا انا النهاردة ما عملتش اقل نزلت روحت شغلي مسلا وعملت اكل خفيف جدا مسلا وانت راجعت عبين قوي الاكل ده مش مناسب ليك مسلا حاجات الخفيفة دي لو انت هتعديها للمركب هتمش ماشي لحد امتى عدي يعني لحد امتى ايه انا عملت لك لو ست ايام في الاسبوع ايه لو ست ايام في الاسبوع لا انا ما قلتش كده لا وافتررنا ان شغلي جاي عليك وعندك صفقات وعندك انت خلاص ارتقيت في شغلك وعندك طباح وعايزة تنجحي في مكانتك لأ معنا لو وصلت للليفل ده اكيد 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 هيبقى في عندي نستعمل حاجاتي بدايل اه بساعية انت هجيبي الشغالة بقى على حساس اجيبي الشغالة بقى معنافسك اكيد. وادي تصريح جديد من الستات هم اللي هيجيبو الشجالة الحمدut الله يعلم الله يا رجالة. استاه وحيد لما استاه وحيد مين اللي هيتوصل للازل ده؟ تجيبها الشغالة هشتكير لزبالة عادة. هيا تدفع للشغالة. هيا تدفع للشغالة. لشان التأثير منها اه. اه. وانت رايح نفسها بقى. هي اللي تدفع للشغالة؟ وانا ندفع للشغالة ولا ايه؟ حلو تدفع الست عشان هي بتعمل اه اه ممكن ممكن تعمل ده جايبة حد رياحها يا باشا جايبة حد رياحها هي جايبة عشان يعني يبقى البدايل موجودة لحضرتك البدايل تبقى موجودة هتبقى مرتاح لا ده انت بترايح نفسك يا ست بس النفس كده سانية واحدة طب معه برضو ليه طلبات معه طلباته اللي هي حبيب تقولي ست ايام في الاسبوع اللي هو الاسبوع كله تقريبا انت لازم تنجحي ايوه طيب ماهو ما ست ايام عقولها بقى مقصرة طول سنة بقى مفترض فانت هل هتقولي مع الراجل تعالى نقسم الموضوع بالنص في الشغالة انت نص هو النص في الفلوسيا ممكن ساعتها نشوف بقى حسب هو معاك ايام وانا معايا كام والدنيا تمشي ازاي بس يعني اكيد مش هيوقف بقى عند حق الشغالة واللي مش هدفع معاك يعني حساها مش لوجيك خالص يعني نورتنا النهاردة وشرفتنا باستاذ وحيد الدمرداش اهلا بيك معنا وشرفتنا في كل قراءك وتبقى دايما وابدا المرأة نصف المجتمع بتشارك الراجل في نهت تؤتي بجيل تربيه ويطلعك سواء الراجل او ست وتشاركه والزوجة الزوجة يعني شركة حياة مش بس بتشاركه في الفلوس نطلع مع الفاصل اشتركوا في القناة